كون طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. عيز سعيد عليكم ويا رب يكون ايامكم كلها اعيات في اعيات باذن الله. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كحك العيد هو طبعا مفيش وقت. هو مفيش اللي بكرة بس. فديت طريقة سهلة جدا يعني لو عجبتك. وهي بالتأكيد هتعجبك لان ده اسمه كحك العيدية. فهو هتعمل لي تلات مقدار بس. تلات كبيات بس. مقدار واحد. فممكن تغلصيه بسرعة يعني هو ما بياخدش كله على بعد وكده حوالي عشر دايما لربع ساعة. وهي يعني هي فرصة ان انت تفرحي اولادك بيها. يلا مع بعض عالطريقة ونشوفه هنعملو ايه. هنا جبنا جبنا حوالي ثمنة على زبدة لان يا جماعة اللي تسمنة على الزبدة بتدي طعم تاني يا جماعة للكحك. يعني ما تحطيش نوع ثمنة واحد. لا حاولي تشكلي وتصنفي في الانواع السمنة اللي عندك. يعني عندي سمنة مع زبدة صفرة. تجي بيها وتحاولي تحطي معلقتين او تلاتة او ربع كباية كباية صغيرة ربع كباية زيت. لان الزيت يا جماعة بيدي ارمشة حلوة الكحك. هنا بقى خلاص كده فكنا بس تفك سمنة بس مع الزبدة على النار مش تخليها تسخن. لا احنا عايزينها يا دوبك تفك بس. وجبنا هنا محلب. المحلب يا جماعة طبعا هنوطي نار نخليها النار هدي خالص. نهدي النار جدا عليه بحيث انه يتحمص يعني ما يبقاش اللون غامق. ونحمصه ونتحنه في قلب المطحنة. مشي هنحضره بقى مع مع ريحة الكحك اللي احنا جايبينها عشان هنخلطهم مع بعض. هنا بقى جيبنا مقدار تلات كبايات دقيق. وملحوظة لازم الكباية اللي تعملي بيها الديق هي دي اللي تحطي بيها السمنة. هي كباية واحدة ما تحاوليش تغيريها. هنا انا خدنا كباية ودي هننخل الكباية التانية. طبعا انت عارفة نخل الديق نفسه بيخلي الحلويات يعني احسن. لان النخل ده يكون لما تنخل الديق فبتديله هشهشة كده وطراوة في الديق نفسه. يعني اكتر الحلويات يا جماعة نخل الديق ده حاجة مهمة جدا. تنخليه كويس قبل. يعني انا نخلته مرة قبلي كده قبل ما صور ونخلته قدامك تاني. لان كل ما تنخلي كل ما اديك النتيجة احسن. هنا خلاص كده يا جماعة نخلنا الديه. حطينا بقى نطرة ملح صغيرة. ومعلقة بيكينباغدر. وهنا معلقة كبيرة سكر بودرة. تمشي تابع المقادير ديت بالزبط كده هيديك النتيجة كويسة جدا. وهنا جيبنا بقى ريحة الكحك مع المحلب هوت اللي انا تحنته في المطحنة. تحمسيه على النار على نار هادية وبعد كده تتحنيه في المطحنة. وتشكيلي بقى تحطي بهارات كحك على معلقة صغيرة من محلب. وهنا بقى معلقتين او تلاتة زي ما تحب السمسم في الضيق بتاعك. فانا حطيت حسب المقدار لان تلات كبيات بس فحطيت معلقتين كبار سمسم بس. ابتدى هنا بقى كده يا جماعة قلبنا المكونات الجافة كلها مع بعض. في الضيق كده كلها. هنا معلش بقى المقطع بتاع اللي انا بست فيه الدقيق. بالصراحة المقطع ده مش عارفة يعني جت خلاص امانتش مع معلش بقى مع زرة ان انا ملقتوش يعني. فهنا بست الدقيق كويس جدا تفضل يتشربي السمنة في الدقيق. لغاية اما الدقيق معاك تحس انه خلاص كله تشرب السمنة والزبدة اللي انت حطاه. حتى ما شاء الله العجينة بصراحة جميلة جدا. ولونها اصفر وجميل جدا. هنا يا جماعة بقى جبنا العجوة. طبعا فيه ناس بتحب الكحك بعجوة. وفيه ناس بتحبه بالملبل. فاحنا هنعمل الاتنين عشان برضو محدش يزعل يبقى ده موجود وده موجود. هنا هنجيب معلقة يعني حوالي معلقة او اتنين من السمنة على الزبدة اللي انا عاملها. فهناخد شوية كده على العجوة بتاعتنا. المفرومة ديت وتبتجي بقى ايه تدعكيها ببعضها كده. تحاولي تشرب الزبدة منها. هتلاقيها هي نفسها هتطرب معاك. هتلاقيها اهي بصو نعمة خالص اهي. وكل ما تحطي معلقة الزبدة تاني هتلاقيها زي العجوة نفسها زي المياه في ايدك. هتلاقيها طارد جدا. احنا يا جماعة الكحك ده عاملينه. عشان تفرحي بس اولادك في وقت بسيط جدا. يعني هو مقدار واحد. لانتي تبعا كده كده اكيد خلاص كلكم عملتوا الكحك. فاحنا بنقول ان احنا عايزين نفرح عيالنا بفكرة جديدة. حاجة جديدة تفرحنا كده وتبقى مفاجأة. وانتي قاعدة كده هتبقى يوم العيد الصبح واخدها. خد قدية كده. ما تلاقي نفسك ان انت مستنية المفاجأة اللي هتبصي في نظر الاولاد كده وهم بيعملوا ايه. فدي فرحة تانية خالص بسرعة. هنا بقى جبنا الملبل بتاعنا كده برضو. حطينا معلقة كبيرة تاني زبدة. او معلقتين كبار تلاتة اللي انت تحب لان ده بيديك ريحة حلوة جدا في حشوة الكحكة نفسها. وفي ثانية زي ما انت شايفة كده بتترى معاك العجينة. ملبل او عجوة بثواني بتلاقيها خلاص. يعني مش عايزة بقى بتلاقيها طارت جميلة جدا. وخلاص بقى ان هي جاهزة ان انت تحشي بها اي حاجة. هو كده يا جماعة خلاص خلصنا كده الملبل والعجوة مع بعض. انت طبعا ما تكسليش تحاولي تعملي بقى الكحك والله يعني هو بصراحة مش هياخد عشر داية في ايدك. ان هو يا جماعة دا كحك احنا هنعمل شوية بعجوة وملبل. وهوريكو بقى المفاجأة اللي انا عاملها لكم. هنا بقى جبنا برضو كحكاية كده حطينا فيها عجوة. برضو هنا ابتديت بقى اعمل كده وانا قشت شوية. قلت بقى نعمل قدامكو كده واحدتين تلاتة. هنا بقى جبنا برضو الملبل. وبردو كورناها كده كور صغيرة هي دي بقى يا جماعة المفاجأة اللي انا قلتلكو عليها. هنا بقى هنعمل كحك مختلف خالص. طبعا العجينة جاهزة معانا وعندك بقى ورق كده من اللي بنلف بيه دا طبعا. فهن نقص قطع صغيرة كده بالمقص. عندك بقى خمسة جنيه عندك جنيه عندك عشرين جنيه. يعني حسب العادية اللي انت نوية تديها للعيل. دي هتبقى فرحة جامدة بالنسبة للاطفال بصراحة هتبقى فرحة لهم. نبتدي بقى كده نبتدي بالجنيه ده معانا. هنطبقوا كده زي ما انتم شايفين. بحيث ان هي يبقى في الكحكاية مش باين اصلا. كلما تصغري فهو في الكحكا مش هيبان. طبعا نجيب بقى الورق اللي استريتش كده. واللف كويس. اللف كويس جدا زي ما انتم شايفة كده. ونقفله. ونبتدي طبعا الفتحة اللي احنا عاملينها للكحكا نفسها. هندخل فيها الجنيه اللي هو في الاستريتش ده. هنبتدي بقى نكوره كده. ونسويها معانا. ايه زي ما انتم شايفين. ما شاء الله العجينة حتى جميلة جدا. هنجيب بقى المنقش بتاعنا كده وننقش عادي. اهو يا جماعة. نقشنا عادي ولكن ان انت حتى فيه اصلا حاجة. ومشاء الله طلع جميل جدا. وزي ما انتم شايفين. بصراحة حتى اللون بتاعه طحفة بصراحة يا جماعة يعني هو كده يتاكل من غير حتى اي حاجة. واللونه احمر وجميل جدا اللون اللي هو البنبي دوت لان ما تحاوليش برضو. ايه وعايز نار هدية تحت وفوق وتحاولي تهدي النار. عشان يديك اللون الجميل ده. اهو يا جماعة برضو هنجيب السكر هيبقى برضو شكله حلوة جدا. اهو. كده رشنا السكر عليه. وطبعا يلا بقى نجرب واحدة كده. طبعا اكيد يعني اما تعملي الكحكة تبقي برضو عاملة اي حاجة بتتعرفك ان هي دي اللي فيها لعدية. اهو يا جماعة ايه رأيكم وجميل من جوه ازاي ومستوي. وهاشش. ده غير بقى الطعم مش عايز اقولك على الطعم بتاعه كان فعلا خرافة. زي ما انتو شايفين كده هي العادية طلعت معنا. طبعا بقى انت وانت بتنقشي كده اعملي مسلا نقشتين تلاتة تعرفي ان حتى المبلغ اللي جوه الكحكاية ده قد ايه. حسب ما انت بتنقشي مسلا نقشتين تلاتة هتعرفي عدد العادية قد ايه. اهو يا جماعة والجنيفة كناو زي ما هو. لكنك لسه حطا بالزبط. هنرمي الورق الستريتش بتاعنا والفلوس هترجع علينا تاني. بس دي هتبقى فعلا انا ديكو شايفين العادية هي يا جماعة. وفرحي اولادك كده وهتبقى حاجة مختلفة وحاجة جميلة. كل سنة وانتو طيبين ويربنا يعود عليكو بالف خير يا رب. وعيد سعيد عليكو على اولادكو. كل سنة وانتو طيبين جميعا. وربنا يجعلوا عيد عليكو كده سعيد والقعيات كلها القادمة عليكم سعيدة باذن الله. وعلى الامة الاسلامية كلها يا رب بخير. يلا بقى قومي ما تكسليش وعملي مقدار حتى واحد بحيث ان انت اول يوم العيد الصبح يقوموا كده ويلقي العادية بتاعتهم. ويا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكو. السلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة